السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة جيلي ظهرت منها نسخة محسنة شوية في الشكل بتعتبر العربية دي من أهم العربيات الصينية للتصدير ونجحت في تحقيق مبيعات كبيرة جدا في مصر في مواجهة عربيات زي هنداي الكورية ونسان الياباني العربية دي اتبعت الجانب الآمن في التصميم وبتعتبر من العربيات رخيصة السعر في فئتها وبالتالي حققت انشار كبير جدا في مصر خاصة ان توكلها هو شركة غبو وده اللي ساهم في تحقيق مزيد من التضفق لها في المبيعات عشان ثقة الناس في سهولة توفر الصيانة وقطع الغيار اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي المحرك العربية دي شائلة محرك دي او اتش سي 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 في في تي سعة 1500 سي 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 4 سلندر 16 صباب بقوة 107 حصان بتظهر القوة الحصانية دي عند من 6000 ل 6200 لفة في الدقيقة عزم دوران المحرك 140 نيوتن متر وبنقدر ناخد 140 نيوتن متر عند عدد لفات من 4000 ل 4400 لفة في الدقيقة السرعة القصوى للعربية دي بتبلغ 165 كيلومتر ساعة مع نسبة انضغاط للوقود 10 و 13 من 10 نسبة استلاك الوقود في العربية 6 لتر لكل 100 كيلومتر مخطوعة النسخة اللي نزلت في السوق المصري بسندوق تروس من خمس سرعات أمامية ووحدة خلفية وشغلها العربية منظام الجر الأمامي تتمتع العربية بغطى بلاستيك للمحرك وفي مساحة كبيرة جدا جوا حوض المطور وتظهر المساحة دي في المسافة اللي بين الريدياتير والمحرك نفسه وطبعا المسافة دي كبيرة وبتوفر حماية للمحرك في حالة الحوارس الأمامي وطبعا بتوفر سهولة في التعامل مع العربية دي من أي ميكانيكي لأن المطور موجود في مكان واسع فيقدر الميكانيكي يتحرك ويشتغل براحته العربية نازلة ببطارية سبعين ميلي أمبير وخزان وقود ساعة خمسين لتر متوسط استهلاك الوقود مناسب لكن في مشاكل في العربية دي بتتعلق بقدرة العربية على السحب والتصارع وبالتالي مش هينفع نقول إنها عربية قوية أو سريعة بصورة كافية على الطريق لكن المشاكل دي بتظهر دايما في مطالع الكباري ولكنها بتعتبر معقولة بالنسبة للسعر العربية تاني حاجة هنتكلم عنها الصالون العربية أبعدها طول أربعة متر تلاتة وستين سانتي عرض متر تمانية وسبعين الارتفاع متر سبعة واربعين قاعدة العجلات طولها اتنين متر خمسة وستين سانتي الخلوص الأرضي اللي ما بين العتب وبين الأرض ستاشر وسبعة من عشرة سانتي أقل قطر دوران للعربية دي خمسة وربع متر وزن العربية طن ومتين وتمانين كيلو جرام الشنطة الخلفية بتاع العربية بتتسع لستمية وتمانين لتر وممكن اعتبار حجم العربية الداخلي واسع والشنطة واسعة جدا والحجم ده مناسب لتواجد خمس ركاب بشكل مريح ولكن خمس ركاب متوسطين الحجم يعني مش ينفع التلاتة طوالي بوركبين وارا بالنسبة للمقاعد العربية ما بتوفرش الراحة للأسف لأنها عالية وغير مرنة خمات الداخلية في المقصورة رخيصة ومش جيدة لكن العربية بتتمتع بطبلو كويس فيه عددات جيدة إضاءتها مميزة وفيه تجهزات تانية كتير جدا في المقصورة بالنسبة لقطع غيار العربية فيه شكاوى عامة من مشكلات كتير في العربية دي وفي صيانتها داخل التوكيل والمشاكل في التوكيل نفسه لكن مش ممكن نقول أن قطع الغيار مش متوفرة لا هي قطع الغيار منتشرة بصورة كبيرة داخل التوكيل وخارج التوكيل وما فيش أي شكاوى من نقص قطع غيار وكمان أسعار قطع الغيار مناسبة وما فيش أي شكاوى من ارتفاع سعرها لكن المشكلة الأساسية في التوكيل وفي الصيانة داخل التوكيل وكتر أعطال العربية دي هنتكلم عن العفشة بالنسبة للتعليق الأمامي بتاع العربية الإيميجراند سيفن ماكفرسون والتعليق الخالفي بتاعها عمودز وزراع عزم تور شامبيم العربية مريحة لحد ما أداءها جيد في المطباط وخلال الملفات والتعليق بتاعها ناعم لكن العربية مش مريحة في الطرق الوعرة لأن علوها عن الأرض مش كبير وبالتالي العربية ما بتقدرش تشتغل في الطرق الوعرة أو الطرق المصرية المليانة مطباط بشكل كتير بالنسبة للمشكلة الأكبر أن ارتفاع العربية عن الأرض بينخفض مع تواجد ركاب لأن المساعدين نعمين فالعربية بمجرد يركب فيها خمسة بتحك في كل المطباط وطبعا سبات العربية على السرعات العالية فوق المئة وعشرين كيلومتر ساعة مش كويس ولا يفضل أن أنت تزود عن المئة كيلومتر لكن على السرعات العادية لحد المئة كيلومتر العربية سابتة ومتزنة بشكل كويس جدا بالنسبة لإعادة بيع النوع ده ممكن نقول أن العربية جيلي اميجراند سيفن منتشرة جدا في السوق المصري حققت مبيعات كبيرة رغم كل اللي بيدور حواليها من مشاكل لكن إعادة بيع العربية دي جيدة في السوق ونصيحة لللي بيشتري لازم تكشف عليها كويس جدا عشان في مشاكل كتير جدا في النوع ده من العربيات جيلي اميجراند سيفن بالذات العربية دي بالذات موديلها اللي هو موديل 2014 في مشاكل كتير جدا مرتبطة بتآكل الصاج وبالصدى الداخلي رغم كتير من المشاكل في العربية دي والسمعة اللي اكتسبتها من تعرضها للحوادث بسبب انكسار المحاور أو كسار العجلات نفسها وكسر في الجنوط لكن حضور اميجراند سيفن لا يستهان به في سوق المستعمل وممكن نقول ان اي حد بيمتلك الجيلي اميجراند سيفن يقدر يبيعها بصورة طبيعية جدا وبسعرها المناسب والبيع بيتم في اسرع وقت بالنسبة للامان في جيلي اميجراند سيفن رغم مشاكل عربية كتير جدا لكنها حصلت على اربع نجوم في اختبارات التصادم والامان الاوروبية طب هتقول لي ازاي فيها كل المشاكل دي وحصلت على الاربع نجوم المشكلة ان النسخة اللي تجربت في اليورو انكاب ما كانتش هي النسخة الموجودة عندنا هنا في مصر للأسف الفئة اللي تجربت في اختبارات الامان مش هي الفئة اللي نزرت مصر لكن طبعا بتوفر للعربية دي كتير من تجهزات الامان زي فرامل منع للانزلاق الابي اس وفي موديلات الحديثة منها في توزيع الكتروني لقوة الفرامل اي بي دي ديسكات امامية وخلفية زيادية التهوية الابواب بتاعتها مدعمة باطبان حماية ضد الصدمات الجانبية فيه وستين هوا في الامام للسائق والراكم الامامي جهاز انزار منع للسرقة وفيها ايموبلايزر افل مركزي بريموت كنترول العربية فيها افل حماية للاطفال في الابواب الخلفية غلق الابواب عند السرعة العالية احزمة الامام الامامية والخلفية سلسية التذبيت فيه تحذير من عدم ربط احزمة الامان فيه تحذير من عدم غلق الابواب او ترك انوار العربية في حالة نسيان المفاتيح العربية بالداخل خزان وقود مضاد المفجار والتسريب فيها ايزوفيكس او تثبيت مقعد اطفال في الرف الخلفي للعربية مع حزام امان فيها مصابيح ضباب في الاكسدام الخلفي فيها بارك سنسور عزل دخلي للكبوت ومع كل ده ففيه مشاكل كتير جدا من تعرض العربية دي الحوادث كتير ومشاكل بسبب حدوث كسور في محاور العربية او في جنوتها وثبتها وقدرتها المناورة مش احسن حاجة بالنسبة للتجهيزات اللي نزلت في جيلي اميجرانت سيفن العربية دي بتتمتع بتجهيزات كتير جدا نزل منها تكييف تاتش شاشة معلومات بتوضح درجة الحرارة خارج العربية كاسة سي دي ام بس ري يو اس بي فيها لمبات هالوجين امامية وخلفية ازاز امامي بيمتص الحرارة جنوت رياضية 15 بوصة فيها لوحة عرض في التابلوم وتعددة البيانات باركينج سنسور اربع سماعات واثنين تويتر فيها اربع زجاج كهرباء المراية ذاتية التعتيم فيها مخرج 12 فولت المقاعد بتاعتها نزلت جلد المالات الخارجية بتاعتها كهرباء مزودة بسخان فيها مفاتيح للتحكم في عجلة القيادة مفاتيح لرفع وخفض مستوى العدسات في المصابيح الفونيس الامامية فيها لمبة انذار فتح الشنطة من الداخل والتانك التحكم في شدة اضاءة نور والتابلو فيها عصاية الفاتيز بتاعتها مغطاة بالجلد ومتعامة بالنيه كان شكلها كويس فيه مسنى دياد بين الكرسي الامامي للسائق والراكب الامامي فيه مساحة تخزين كويسة جدا فيه مسنى دياد في الكنبة الخلفية كمان فيه حامل الاكواب فيه امكانية لطي الكنبة الخلفية اضرار للزجاج والمريات الخارجية في باب السائق كل حاجة متجمع في الباب بتاع السائق فدي كلها تجهيزات نزلت كويسة جدا في العربية جيليمي جراند في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة اشوفكم على خير مالك 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 مال